بعد إعلان تركيا عزمها إرسال قوات برية إلى سوريا بمشاركة دول أخرى تقدمت روسيا بطلب إلى مجلس الأمن يدعو إلى احترام السيادة السورية ووقف عمليات القصف والتوغل عبر الحدود والتخلي عن أي خطط للتوغل البري الأجنبي إلا إن دول الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا التي تمتلك حق النقض الفيتو أكدت أن هذا المشروع لن ينجح وبالتوازي مع ذلك التقى مسؤولون أمريكيون وروس في جينيفا للبحث في إمكانيات وقف إطلاق النار في سوريا والذي كان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع وأقر وزير الخارجية الأمريكي جون كاري بوجود مشكلات صعبة لا تزال بحاجة للحل بدوره أكد المندوب التركي الدائم لدى الأمم المتحدة أن بلاده لن ترسل قوات برية إلى سوريا إلا في إطار عمل جماعي عبر مجلس الأمن أو التحالف الدولي الذي تعد تركيا جزءا منه فيما رأى الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند أن هناك خطر بنشوب حرب بين تركيا وروسيا في حال تدخل أنقرة في سوريا بينما دعا وزير الخارجية السعودي عدل لجبير لإتاحة صواريخ أرض جو لمجموعات المعارضة المعتدلة في سوريا لتمكينها من ردع مروحيات وطائرات النظام السوري مؤكدا أن التدخل الروسي لن ينقذ نظام الأسد على المدى الطويل وفشلت الجهود المبذولة حتى الآن في التوصل إلى هدنة كما أقر المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان ديمستورا الذي أوضح أن موعد الخامس والعشرين من شباط المقترح لاستئناف المفاوضات لم يعد ممكنا ترجمة نانسي قنقر